جرى بيري بلد تنصيب أعضاء لجنة تحكيم جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة برسم سنة 2022 وذلك خلال حفل ترأسه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس هذا الدور الرابعة فيها مشاركة مهمة جدا من جمعيات من مختلف مناطق المغرب وأيضا من مغربة العالم والهدف هو الوقوف للاعتراف بالمجهود الذي يقوم به المجهود يعني جمعيات المجتمع المدني وأيضا شخصية المدنية التي قدمت خدمة مهمة وجليلة لفائدة البلاد عموما بالمناسبة تم التأكيد على أهمية هذه الجائزة باعتبارها مكسبا يجب الحفاظ عليه وتطويره والارتقاء به اعترافا بمساهمات المجتمع المدني الوصول إلى هذا المحطة معناه أنه هناك إيمان قوي من قبل الشركاء سواء المرتبط بالوزارة أو بالشركاء المدنيين بمعنى أن هناك ثقة في القطاع الحكومي الذي يشجع ويحفز المجتمع المدنيين انطلاقا من أدواره المرتبطة بتنمية أدوار وقدرات المواطنين والمواطنات وأيضا تنمية الحس المواطنات سواء في العالم القروي أو في العالم المديني وترشح لنيل جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة برسم سنة 2022 ما مجموعه مئتان واثنى عشر مترشحا مئة وتسعة وعشرون منهم عن الجمعيات الوطنية والمحلية وجمعيات مغاربة العالم وثلاثة وتمانون مترشحا يمثلون الشخصيات المدنية